صباح الناصر صباح الناصر ونهني أمفسنا ومليوم مبروك وشغل عالي بس عايزيني يشوف له كده انعكاس على الشاشة فين يا أخواننا الصور الحلوة للواحد بيستنع الله 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 أيضا والله ما عرفش ان هم معينا الله 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 نهني أمفسنا مليوم مبروك طبعا مبروك علينا حاجة جميلة جدا بص يا كريم الواحد بيسعد والله طبعا مبروك لقناة نادي الأهلي بكل العاملين فيه بكل المديرين بكل الإعلاميين بكل الزملاء لأن النجاح ده ما بيكونش نجاح شخص واحد أو إدارة لوحدها أو مزعين لوحدهم نجاح متكامل بجد فمبروك علينا يعني من أصغر واحد لأكبر واحد في قناة النادي الأهلي ودي مش المرة الأولى يمكن دي المرة الثالثة على التوالي يعني ويمكن قناة الأهلي كمان يا كريم فازت بالعديد من الجواز والتكريمات قبل كده وده يدل على النجاح ونجاح المنظومة وبطبيعة الحال انت تابع للنادي الأهلي فأكيد أكيد لما هتكون تابع للنادي الأهلي لازم هتكون ناجح فألف مبروك علينا جميعا وبالنسبة لأفضل إعلامية رياضية طبعا أعتقد اللولة جماهير النادي الأهلي والتصويت يا كريم ما كنتش فست فده في الأول وفي الآخر يرجع للجماهير يعني اش بقول كلام كليشي أو طلع يعني بقول كلام وخلاص لكن ده حقيقي لأن أنا ما قلتش لأي حد حتم والله ما عملت الشار لصورة قلت لحد يصوت لي من حتى قريبي أو غيره بجد والله ده كله لجماهير النادي الأهلي فأنا بشكر حضراتكم جدا بشكر فريل إعداد اللي معانا وشكرك يا كريم لأن اللولة برضو أن أنا بشغل مع إعلامي ناجح ما كنتش أنا أكيد كايم بجد والله ما كنتش أنا كمان نجحت مبروك علينا جميعا ومليوم مبروك للنادي الأهلي ويا رب دايما النادي الأهلي ناجح ويا رب دايما بيتوج هو وأبطاله وكل رياضيه في كل المحافل الرياضية على مستوى العالم كما هي عادة النادي الأهلي